حديقة مردوخ علامة عن البيضاء المدينة بداية القرن العشرين ألف وتسعمائة وسبعة تحديدا اليوم هي في وضع لا يليق مزري يبعث عن الأسى كانت مجالا للانطلاق للأجساد وشحض الأفكار أهملت وبدأ أثار لا مباناة باديا على مرافقها البسيطة رغم إصلاحي 2006 ما يلاحظون هذا هو أنه بكل مرة توقع جهازات وإعادة الترميم والإصلاح والجزء ولكن لا يوجد هذا الجزء الجزء الآخر في الحقيقة يعود يرجع كيف كان لماذا؟ لأن المقاربة الحديقة ليست غرس النباتات خاش حانعي خازين كراسة وخاش مرافق خاش طائق أشهر حديقة بالدار البيضاء حيث ذكريات أجيال تعيش حالة وكأنها أطلال لمن يريد عبرة أضحت ممرات مغبرة للناس من يعيد الاعتبار لمكان أسطوري من يعيد روحا خضراء للبيضاء شركة تنمية محلية بيئة كذا بيئة هي التي ستتكلف بها للصيانة وغادي تعود إعادة تأهيل ديالها وغادي تدير واحد لبها الضفر وغادي تدير طلب لأورود باش تعود تأهيل ديالها فيما يخص الكراسي فيما يخص لا الغازون ولا بعض الأشجار وكذلك فيما يخص الحراسة الليلية والنهار وغادي تبقى الصيانة ديالها تتبع لها في انتظار إعادة الروح لحديقة الإسيسكو أو مردوخ هذا وضع سالب مدينة كبرى شيئا من مكوناتها الجمالية